السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جماعة. تحياتي لكل متابعينا وكل الناس اللي من ورنا على كنواتنا على يوتيوب. تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. رجعنا تاني في الجزء التاني من حلقة مظلوم وحوارات. اه حلقة مظلوم وحوارات عشان لو في حد متابع معنا يعني اول مرة يسمع الموضوع ده. اه كنا تكلمنا في حلقة قبل كده وعملناها جزء اول والنهاردة بنعمل الجزء التاني. اه مظلوم اه طبعا ده كلب شاب لسه. تمام. اه كان اه مهتم جدا بكلبه اسمه حوارات من نفس السن بتاعه وقده بالزبط. طبعا اه الكلبين دول اه كانوا بيحبوا بعض بطريقة رهيبة جدا هو نايم دلوقتي اهو. بس اه نايم مكسور. اه حاول توقفوا كده يوسف. طبعا نايم مكسور زعلان. يلا تعال. طبعا اه الكلب ده اه كان بيحب كلبة اسمها حوارات. حوارات دي اه كانت اه مدياله اهتمام اه بيتلعب معا بياخد الاكل يخبيه ويدهولها ولما يكون فيه اكل يسيبها هي الوحيدة تاكل ويزوم على الكلام التانية والكلام ده كله. فاجأة اه حوارات ابتدت تبيع مظلوم. لما شافت طبعا اه واصل. فيه ناس سألتلي اه ما ينفعش ان انت تسمي كلبه واصل. عشان ده اسم من اسماء البنادمين على فكرة. اه الاسم هو عبارة عن فكرة او الاسم عبارة عن اه شيء يدل على شيء يعني هيحصل قدام. فعايزينكم تركزوا معنا في القصة دي. علشان نعرفكم لان طبعا اه دول ديهم قصة كبيرة جدا. فمعلش جماعة احنا ممكن نغير الاسم في لحزة بس طبعا اه بنحاول بالقدر الامكان ان احنا اه نوصل للمعلومة مش اكتر. اه مظلوم ده اه شاب لسه والكلبة دي طبعا كان اه بياخد الاكل يخبيه ويدهولها وكانت هي منتهزة فرص كده وكل فكرتها ان هي تضحك على الكلب ده. بتضحك عليه وبتاخد الاكل منه والكلام ده كله وهو فرحان بكده وبيحبها جدا بترى رهيبة. وفاجأة لما الكلبة لقى تواصل قدامها. تمام? طبعا ابتدت ان هي تكره مظلوم ده. ومن ساعة ما الكلبة دي كراهته وهو بالحالة اللي احنا شايفنا دي. متأثر نفسيا وزعلان وغضان والكلام ده كله. تمام? وفي الاخر بقى يزهر اللي احنا ما نتخيلوش. الكلبة دي طبعا اهليها جيرمان عندنا هنا. بس من الكلاب اللي هي يعني ما عندهمش ثقة في بعض. الكلاب اللي هم ممكن يخدروا في بعض. يعني اخر مرة كان حصلت ان امها ضربت ابوها. تمام? اه عوريته في وشه. فا اه الكلبة دي اتريها وغد نفس طبعا الكلاب اهليها. يعني وغد نفس طبعا الاسرة بتاعتها. فالكلب ده مع انه بيقدم لها كل الحب والوفاء منه. وبيحاول ان هو يقرب منها دايما برغم كده جات في الاخر غضرت به. اول ما لات الكلب اللي هو واصل. تمام? فابتدت ان هي تترجم معاه على مظلوم هنا. وهجموا عليه. وكانت اهانة ليه طبعا في وسط الكلاب كلها اللي عندنا في العمبر. اتلموا عليه كلك وضربوه. واهانوه. وده الحلقة اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا حنصور لكم جزء تاني. ولو حابين نكمل قولوا كمل. فناس كتير طبعا بتنينها ان احنا نكمل الكسة دي. ونكمل الحلقة دي. طبعا النهاردة بنصور مظلوم احنا خرجناه برا. لسبب معين. يعني احنا برا العمبر دلوقتي مش هحطينه في وسط الكلاب. لان من ساعة ما حصل معا ما وضوع ان هو الكلب دي درابيته. فطبعا الكلب نفسيته متأثرة جدا. هو دلوقتي زي ما انتم شايفين نايم. نفسيته متأثرة جدا زعلان جدا. منحاول ان احنا هنا نحط له الاكل ونحط له المية برا هنا. ونتابع معاه. طبعا بعد ما الكلاب اهانيته وحطناه برا هنا. ابتدينا ان احنا نتابعه. وكررنا ان احنا نزل لكم لحلقات. بس طبعا مش هنفعنا اعدل حلقة دي من غير ما نشوف حوارات ونشوف واصل. اخبارهم ايه? وحالتهم النفسية ايه? بعد ما كانوا سبب في قصرة الكلب ده وزعلوا الشديد ده قوي ويعني وصل للمرحلة دي. وهل المواضيع دي ممكن تحصل مع بنا ادمين? يعني ممكن بنا ادمين يحصل معهم نفس المواضيع دي? طب تعالوا كده نشوف حوارات ونشوف حالتها النفسية ايه? واخبار واصل اللي هي اللي هي اشترته وباعت مظلوم اللي كان واقف جنبها في كل حاجة. ايه? بعد ما انفطمت وثابت اهلها وباعدت عنهم هو ده اللي كان يعتبر ابوها واما وكل حاجة. يلا بينا نشوفوا حوارات ونشوفوا مظلوم وصلوا فين. هنا دخلنا عند حوارات ومظلوم او حوارات وواصل شايفين واصل بيلعب وبيتنطط هوت وفرحان وبيحاول ان هو يضرب من تحت لتحت وبيعمل توصياته على مظلوم شايفين? يعني بيحاول يزبط كدرته ويزبط غباءه تمام? وبيحاول ان هو يخلي الكلاب اول ما يشوفه مظلوم يضربانه. ساعة مظلوم ما بيخش العنبر هنا الكلب ده بيحاول ان هو يزوء على الكلاب وطبعا هوقارات هنا شايفين? بريئة وغلبانة شايفين؟ بريئة وغلبانة وهدية جدا مفيش اي حاجة شايفين اي حاجة جاية قدام واصل بس سدهينه مش هينفعك يعني ده مش هينفعك خالص ومش هتستفدي منه بشيء. زي ما احنا شايفين هي قاعدة معاه وهو قاعد جنبها تمام? طبعا بيحاول يبين لها ان هو قوي ان هو واصل فعلا ويقدر ان هو ينهلها على مظلوم ده تمام? بس طبعا اه الدروة اللي باقي عليها هي اللي ما عندهاش اصل اه وغدرت بالكلب ده وخلت وخلت الكلاب كلها اه راحت له لحد البوكس بتاعه وهيجموا عليه واهنوه بالشكل اللي احنا شوفنا ده. طبعا احنا شايفين اهيات حوارات شايفين شغل خباسة وشغل لق وطبعا ده اه يعود للأسرة بتاعتها لان اه ابوها انضرب برضو ووايف جنبها هو انضرب وتهان من امها تمام كانت اهانة قوية وصلتت عليه برضو يعني ملحوظة ان امها صلتت على ابوها فهي بتعيد نفس القر بتسلت على مظلوم وبيروحولو لحد البوكس بتاعه ان هما يضربوه ويهنوه قدام طبعا اه العيلة اللي هو عايش معهم في البوكس هنا واقفة هي طبعا وايه طبعا واصل ده بقى قصته قصة تانية فهو عشان اه يعتبر ابن كلاب من الكلاب اللي هي لها اصول هنا او الكلاب القوية يعني اللي هي لها نفوس في العنبر اه زي ايفان وكلبشو الكلاب دي تمام فهو اه حاسس دايما ان هو واصل يقدر ان هو ينتقم من اي كلب مقابل على لشان طبعا الزبالة اللي قاعدة جنبه دي شايفنا يعني قاعدة جنبه ولا شغلها فهو حاسس ان هو يقدر ينتقم منه دايما بيقول لا ما تخفيش انا انا ممكن ننهيلك عليه وممكن ندمره وممكن نضيعه بس يا ترى هل مظلوم ممكن ان هو يحصل ظروف ويفوق ويرجع زي الاول وينتقم ولا حيسيب الموضوع ماشي كده فده اللي حنعرفه باذن الله في باقة الحلقات الجاية لان الموضوع ممكن يطول معانا ويا ترى ايه اللي حيحصل وايه اللي حيدور هل اه حوارات هتقدر تكمل ولا حيحصل عليها انتقام من اي طرف من الاطراف دي ولا ايه الدنيا ودايما الكلبة اللي بتكون اه عيشة العيشة دي او الخباسة دي او اهلها كده بتكون نهايتها طبعا بتكون النهاية وحشة تحياتي لكم جماعة تحياتي لكل متابعينا كل سنة وانتو طيبين مليون مساء عليكم يارب تكون الكسة دي او الحلقة دي اعجبتكم لو حابين نعمل جزء تالت اكتبونا برضو في الكومنتات واحنا معكم تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته